قال الرئيس الأوكراني فولودومار زيلنسكي أنه أبرم اتفاقا مهما جدا حول تدريب طيارين أوكرانيين في فرنسا خلال محادثة مع الرئيس الفرنسي إمانوال ماكران وقال زيلنسكي أنه ماكران بحث أيضا ما بواسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أودسا وهي مدينة ومنطقة أوكرانية حيوية في تصدير الحبوب لكنه لم يخد في تفاصيل ولم يوضح زيلنسكي أيضا نوع التدريب الذي سيجرى حيث لا تملك فرنسا طائرات F-16 المقاتلة التي تعهدت دينمارك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا لكن فرنسا تملك طائرات رافال وطائرات المقاتلة مراج 2000 من الجيل السابق